أهلا بكم في بلا قيود ضيفنا اليوم السياسي وبرلماني لبناني ينتمي للطائفة السنية تولى في عام 2022 رئاسة حزب خط أحمر للتوجهات التقدمية والذي أسسه مع آخرين خلال ثورة أكتوبر من عام 2019 كما شارك في قيادة جبهة المعارضة أثناء الانتخابات العامة في لبنان عام 2022 أسأل الأستاذ والضاح الصادق عضو مجلس النواب اللبناني عن دائرة بيروت الثانية عن مخاوف نشوب حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل وتداعياتها المحتملة وعن فرص نزع فتيل الأزمة الحالية في ظل التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية سيد النائب والضاح الصادق أهلا بك في بلا قيود أهلا بك السيد نور الدين سيد يا مرحب بك الإدارة الأمريكية لا غبر على موقفها الآن أي نعم هي حريصة على عدم توسع الحرب لكنها حذرت الآن أو أكدت أنها ستقدم لإسرائيل كل الدعم الذي تحتاجه إن اشتعلت شرارة الحرب على الحدود مع لبنان حتى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية خاطبوا حزب الله لست أدري مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أنه لا تعول علينا بأننا يمكن أن نكبح جماح الإسرائيليين ما هو الشعور في لبنان وما هو شعورك أنت في لبنان أكيد تخوف كبير جدا من نشوب حرب أكبر من التي حاصل نحن في حالة حرب في لبنان الآن خصوصا في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية وهناك حالة حرب حقية وحالة دمار كبير جدا يتم التعتيم عليها في القرى الجنوبية المحاذية للحدود وحتى على ارتداد خمسة أو ستة كيلومتر شعوري الخاص للأسف يقول أن لا مهرب من الحرب لا سيناريو غير سيناريو الحرب حتى اليوم إذا لم تحدث معجزة في عملية التفاوض التي تجري بين الأمريكيين والإيرانيين في هذا الموضوع كلنا نعلم أن القرار اليوم ليس بيد حزب الله القرار هو بيد الإيراني والأمريكي يحاول الوصول إلى نوع من الاتفاق ليحافظ على أمن الجبهة الشمالية والحدود الشمالية الإسرائيلية سأقول لك ما سمعناه في واشنطن وزيارتنا كوفيد معارضة كانت من حوالي ستة أسابيع إلى واشنطن وخلال لقاءاتنا في البيت الأبيض والخارجية السيناريو الذي يحدث الآن هذا ما قاله خصوصا لمساعد الرئيس أمريكي بايدن آموس هوكستين يومها لم يكن نتنياهو أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بدخول رفح وكان واضحا حينما قال أن الإسرائيلي سيدخل رفح ورفح لن تأخذ وقتا طويلا وبعد رفح سيتوجه إلى لبنان الحل الوحيد لإيقاف الحرب في لبنان هو عودة حزب الله إلى ما قبل عشر كيلومتر من الحدود يكون هناك منطقة خالية تماما من ميليشيا حزب الله تفكيك المنشآت التي قال يومها أنه يعتقد أنهم دمروا أكثر من نصفها يعني الإسرائيلي دمر أكثر من نصفها دخول جيش لبناني من ثمانية إلى عشرة ألاف مقاتل أو عسكري لبناني إلى هذه المنطقة مع صلاحيات كاملة وصلاحيات اليونيفر هذا يعني منطقة معزولة تماما من وجود حزب الله وإلا فأنهم لن يتمكنوا من إقناع الإسرائيليين بعدم دخول في حرب وعندهم تخوف من سبعة أكتوبر جديد على الحدود اللبنانية في حال بقيت قوات الردوان على هذه الحدود هذا حرفية مقاله أموس هوكسنين في خلال هذا الاجتماع وهذا يبدو كمعارضة يعني يبدو أنك تتخذ مقاربة لبنانية لبنانية أنت تعلم سيدي علم اليقين أن هذه معادلة إقليمية توضع عليها الإيرانيون والأمريكيون باحتواء الحرب وتفادي اشتعالها إقليميا هوكسنين نفسه عندما عاد من آخر زيارة إلى بيروت قال لمصلحة الجميع يجب أن يعالج هذا الصراع بسرعة وسياسيا وهذا ممكن وضروري وفي المتناول معناته في شيء عم يصير على صعيد المفاوضات يحاولون على صعيد المفاوضات ولكن الحاجز كبير أولا الإسرائيلي أمام معركة وجود الإسرائيلي قام بتدمير مدينة غزة بالكامل واليوم هناك المعلن أكثر من 35 ألف قتيل وهناك الكثير من المفقودين ونعلم عدد الجرحة ومدينة دمرت اليوم في الجنوب تدمير كبير الإسرائيلي يخود معركة وجود ولن يثنيه مزيد من الخسائر عن إزاحة حزب الله عن الحدود هذا من جهة الإسرائيلية ولا يقبل إلا بشروطه للتفاوض أو للوصول للاتفاق من جانب الإيراني وحزب الله اليوم حزب الله هو الزراع الإيراني الأقوى وتهديد أمين عم حزب الله حسن نصر الله منذ أيام بالرد على قبرص في حال استخدمت قواعده هو تهديد للأوروبي بالكامل وهو يقول نحن موجودين على شواطئ البحر المتوسط وقادرين على ضرب العمق الأوروبي في حال أردنا بالصواريخ الإيرانية لذلك هناك حاجز كبير للوصول إلى حال في التفاوض حزب الله لن يقبل بهزيمة بالعودة 10-10 كيلومتر والسماح بدخول الجيش وغيره دعك من حزب الله سد والضاح ماذا عنكم أنتم كتيار معارضة؟ سمعنا مثلا ما قاله رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل بالأنه تحدث عن الدفاع عن الوطن بغض النظر من موقفهم مما فعله حزب الله ماذا عنكم أنتم؟ النائب جبران باسيل هو ليس في صف المعارضة هو كان من حلفاء الأساسيين لحزب الله نعم يحاول أخذ دور وسطي ولكن عند وصول الأمور إلى حدة اختيار فريق فأنه يختار فريق الثنائي الممثل برئيس مجلس نواب وحزب الله وهذا حدث في أكثر المناسبة المعارضة هي المعارضة الأساسية هي 31 نائبا متماسكا ينصقون مع حوالي 20 نائبا مستقلين أو في كتل صغيرة هذه المعارضة اليوم الموجودة في لبنان نحن كمعارضة نحاول بكل الطرق من خلال الزيارات التي قمنا بها إلى برلين إلى لندن إلى واشنطن وغيرها والتواصل مع عدد كبير من السفراء والضغط داخل مجلس النواب لمحاولة إعادة هذا القرار إلى الدولة اللبنانية ولكن كما تعلم أن القرار في لبنان بكامله بيد حزب الله وحلفائه رئيس مجلس النواب يقفل ويفتحها المجلس نيابي عندما يريد بدون أي عودة إلى الدستور أو القوانين أو الأنظمة الداخلية حزب الله سأتي إلى الملف الداخلي حدثني أولا عن رأيكم كمعارضة في هذه الشروط الإسرائيلية التي وردت عليها للتو والتي مع كامل الاحترام وأنا أصغي إليك بدايت وكأنك تتبنى الموقف الإسرائيلي بشكل من القوة لا أكيد بالنسبة إلينا الإسرائيلي هو عدو مجرم وهناك حقوق للشعب الفلسطيني يجب وضروري حلها في أسرع وقت ممكن ولكن اليوم أعلان وحدة الساحات ثم أعلان لبنان جبهة مساندة بدون العودة إلى الدولة اللبنانية ومجلس نواب اللبناني هذا منافي لكل الدستور القوانين في البلاد نحن قلنا لا للحرب لأن لا مصلحة لبنان في الحرب هذا موقف المعارضة الواضح ونحن نقول اليوم الجيش اللبناني قادر أن يقوم بعملية الدفاع عن لبنان الجيش يمتلك عدد كبير جدا من العسكريين وهذا هو الأمر الوحيد الذي يحمي لبنان وهذه هي القوة العسكرية الوحيدة نحن لا نقول بعودة حزب الله عشرة كيلو مرت نحن نقول بوجود السلاح فقط مع القوى العسكرية اللبنانية نحن نريد تطبيق اتفاق الطائف نحن نريد تطبيق الـ 1901 الذي يقول بسحب الأسلحة من كافة المجيشيات اللبنانية إذا بدأت الحرب إذا بدأت الحرب أستاذ وضاح ماذا ستفعله خلال فترة الحرب سنقوم بدعم الشعب اللبناني بكل قدرة سنتحول كلنا إلى مقاومة مقاومة ليست حزب الله المقاومة عندها ستكون الشعب اللبناني بالكامل قضية حزب الله وإيران تختلف تماما عن قضية المقاومة المقاومة هي لحماية الأراضي اللبنانية وليس اختيار الذهاب إلى حرب مرة في اليمن ومرة في سوريا ومرة في العراق ومرة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ليست هذه هي المقاومة الحقيقية في لبنان مقاومة حقيقية قاومة الاحتلال الإسرائيلي عام 82 قاومة الاحتلال الإسرائيلي عام 82 أنت تتحدث عن أن حزب الله يصادر القرار اللبناني ها أنت تتحدث أنكم ذهبتم إلى واشنطن وإلى برلين وإلى أماكن أخرى لدينا الآن أخبار جولة سيد عبدالله أبو حبيب رئيس الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا وفي الولايات المتحدة اللبنانيون لا يبدون وكانهم قادرين على الحوار بينهم وحزب الله يقول أن خصوم السياسيين يرفضون الحوار مثلا بهدف انتخاب رئيس الجمهورية ويريدون أن يتم تسوي على قاعدة الغالب أو مغلوب بينما يسعى هو إلى انتخاب رئيس لكل اللبنانيين هذا ما يقوله حزب الله حزب الله يقول أشياء كثيرة ولكن هناك الواقع وهناك دستور نحن نقول أن هذا الواقع الذي تحدث عنه حزب الله والذي خلال السنوات الأخيرة تكلل بأكاذيب بدأك في اتفاق الضوحة الذي انقلبوا عليه الميثاقية حكومات الوحدة الوطنية وغيرها من الأعيب التي اخترعوها للسيطرة على البلاد أوصلتنا إلى انهيار كامل إلى تفجير العاصمة إلى مقتل العديد في هذا التفجير إلى سرقة ودائع اللبنانيين نحن نقول اليوم عندنا دستور ويجب تطبيق هذا الدستور الدستور لا يتحدث عن الحوار لماذا لا نذهب إلى الحوار عندما يتم اختيار رئيس المجلس النيابي بخمسة وستين صوتا وليس بستة وثمانين لماذا لا نذهب إلى الحوار عند اختيار رئيس مجلس الحكومة رئيس الحكومة السني رئيس مجلس نواب الشيعي وأنا أعرفت عني في البداية أنا لبناني قبل أن أكون من الطائفة السنية ولكن حضرتك عرفت علي أني من الطائفة السنية وأنا أقول ليس من الضروري من نسميه الأقوى أن يكون المناسب لهذا المركز والدليل ما يحدث الآن على مستوى رئاس الحكومة رئاس مجلس نواب ولكن أقول الشريك المسيحي في البلد لماذا هناك حوار لنذهب إلى الرئيس المسيحي لماذا لا يتم التصويت وانتخاب رئيس مسيحي وفق الديمقراطية الموجودة في كل العالم بخمسة وستين صوتا لماذا لا نختار رئيس المسيحي عندها حسب ما يقول الرئيس بري بما يختاره المسيحيون وقد اختاروا جهاد أزعور جميع الكتلة المسيحية اخترت جهاد أزعور لماذا هناك حوار يكسر الدشور هل حزب الله ويكرس عرف في لبنان طبعا لازم صحيح أو صوب أننا أشرنا إلى حضرتك على أساس أنك مواطن لبناني سياسي لبناني تنتمي إلى الطائفة السنية ليس حزب الله وحده من يمارس مناورات السياسة في لبنان هل تنكر ذلك لا نحن لا نمارس أي مناورة هناك دستور واضح هذا الدستور تعرض لانتهاك خلال سنوات طويلة ونحن نقول انتهينا هناك أكثر من قطب سياسي في لبنان أكثر من تيار سياسي في لبنان ومن ثم هذه التحالفات التي قد تبدو شوية غامضة أو غير مفهومة أحيانا نعم ينقسم مجلس النواب إلى تحالف حزب الله الذي يضم حوالي 45 نائبا تحالف المعارضة الذي أيضا يضم نحو 45 إلى 50 نائبا وهناك كتلة وسطية الكتلة وسطية تعمل وفق مصالح يعني هناك كتلة لقاء ديمقراطي لرئيسها تيمور جملات كتلة مقربة من الرئيس بري وتحاول أن تقوم بمبادرات هناك كتلة الاعتدال وغيرها لذا هذه مشكلة المجلس النيابي أنها ليست مشكلة بالعكس هذا الشكل الصحيح الصحي للمجلس النيابي أن يكون هناك تعدد أراء بعض المناورات نعم هناك بعض المناورات وهذه في السياسة المناورات هو أمر مسموح وأمر طبيعي ولكن عدم تطبيق الدستور هو الأمر السيء في هذا الموضوع الدستور واضح هناك جلسة مفتوحة ودورات متتالية الدستور لا يقول النصاب 86 في جميع الدورات ولكن اليوم الرئيس بري يقوم بوحده بتفسير هذا الدستور على فكرة الدستور اللبناني بعد الطائف عندما كتبوا الطائف كان تفسيري في مجلس دستوري عندما وصلوا إلى لبنان واجتمع مجلس نواب أخذ هذا الدستور من مجلس دستوري ووضعه في مجلس النواب وهذه سابقة خطيرة واستمر هذا الأمر من وقتها وعندما طالبت من الرئيس بري على الهواء مباشرة خلال إحدى الجلسات أن يقوم المجلس النيابي بالاجتماع لتفسير الدستور حسب ما هو منصوص عليه رفض هذا الأمر لذلك نحن بكامل الوضوح نعلم ماذا نريد نريد تطبيق الدستور والباقي يقوم بمناورات إذا سمحت لي سأقول لك نظرية التوافق أو مذهب التوافق الذي يدفع به حزب الله وما معه هذا ليس توافق عندما يقولون أو سليمان فرنجية أو لا أحد عندما نسأل لماذا نحن ذاهبون إلى الحوار ويأتي الجواب من أحد نواب حزب الله لنقنعكم بسليمان فرنجية هذا ليس حوار لا يمكنك اليوم أن تجرس على طاولة حوار أصلا لم يتم دعوتنا إليها بشكل رسمي لا نعرف ما هي قواعد هذا الحوار من سيجرس على الطاولة هناك حوالي أربعين نائبا لبنانية مستقلين أو في كتال صغيرة من سيمثلهم هذا أمر ليس معلوم لم توجه إلينا دعوة للحوار وجهت خلال مهرجان إمام موسى الصدر في خطاب متلفز هذه كانت الدعوة الوحيدة إلى الحوار ليس هناك إسس للحوار نحن قلنا نذهب إلى مشاورات نيابية بين الكتل وهذا حاصل ندخل إلى مجلس النواب الرئيس بري يفتتح الجلسة لن ننتخب رئيسا في الدورة الأولى وندخل إلى مشاورات نيابية لنصل إلى رئيس يوم يومين ثلاثة أسبوع لم يوافقوا يريد أن يترأس طاولة حوار وهذه سابقة وعرف خطير جدا على مستوى التاريخ اللبناني نعم أستاذ وضح سنعود لأنه بينما ينهمك اللبنانيون في هذا الأخذ والرد وفي هذا الجدل وفي هذه التركيبة كما يقال حتى باللهجة اللبنانية هناك موضوع الفرنسيون والأمريكان يعملون جاهدين على منع أن تفلت الشرارة في أي وقت هل تتوقع أن شيئا يمكن أن ينجز على هذا الصعيد ويحمي لبنان من خطر حرب مدمرة لا أعتقد أن شرارة تشعر الحرب يعني شرارة تشعر الحرب يعني اختيال في مكان ما أو ضربة قاسية من حزب الله تؤدي إلى ربما مقتل عدد كبير من الجنود أو المدنيين تأتي ردة الفاعل عنيفة لا أعتقد أن هذا سيشعر الحرب في لبنان ما سيشعر الحرب في لبنان هو فقط قرار إسرائيلي بالدخول في الحرب حزب الله استعمل كل أوراقه في الأسبوعين الأخيرين أظهر صواريخ لم يكن يعلم بها أو ربما علم بها ولكن لم تكن مستعملة قبل من إسرائيل أرض جو أسقط أحد أهم المسيرات الإسرائيلية استعمل صواريخ تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية هدد أوروبا بالضرب استعمل الهدود يستعمل كل الطرق للحد من التصعيد ولمحاولة إرسال الإرسالة إلى الإسرائيلي أنهم جاهزون في حال إسرائيلي قرر دخول لبنان قرار الحرب يصدر فقط عن الإسرائيلي وجنون نتنياهو وهذا أمر محتمل وكبير لأن الإسرائيلي يريد دخول الحرب الآن وأنها هذه الأزمة فبالتالي لا أجد أن حزب الله أو إيران اليوم يمتلكون القدرة سوى على محاولة الضغط للوصول إلى وقف طلاق نار في غزة وفي لبنان الفارق بين حزب الله أو بين إيران وإسرائيل أن إيران تربط وقف طلاق نار على الحدود اللبنانية بوقف طلاق نار في غزة ولكن الإسرائيلي في حال كان هناك وقف طلاق نار في غزة سيكمل حربه على لبنان لأنه لا يربط بين الأمرين هو يريد فقط إزاحة حزب الله وقوات الردوان بشكل كامل عن الحدود الفرنسي والأمريكي يسعون جاهدين لتزليل العقبات ولكن لا أرى أي أمل في تزليل العقبات حتى اليوم أتأمل أن يتم هذا الأمر وقد يبدو موقف حزب الله القوي المتصلب حسب البعض الوسيلة الأنجع للتعامل مع هذه المواقف من الإسرائيليين ومن يدعمها ليس كذلك؟ لا الأمر بسيط جدا هناك جيش لبناني هناك دعم من المجتمع الدولي بالبداية في أبعى 400 مليون دولار ثم نتحدث عن مليار لدعم الجيش اللبناني حزب الله يطلب من الجيش اللبناني أن يستلم مهمة الحدود يبدو هذا كلام النظري أستاذ وضح لأنه أنت سمعت ما قاله زعيم حزب الله من أن الجيش اللبناني مقيد فيما يمكن أن يقدنيه من أسلحة وبالنتيجة فيما يمكن أن ينجزه على أرض الواقع طبعا مع كامل الاحترام لمؤسسة الجيش اللبناني لا أعتقد أن هناك جيش على مستوى الوطن العربي اليوم وحده قادر على مقارعة الجيش الإسرائيلي والدعم الكبير الذي يحصل عليه من الجهات الدولية ومن الأمريكيين لذلك مجرد سؤال لماذا لم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى سوريا في الحرب لماذا لم يدخل إلى الأردن لماذا لم يدخل إلى مصر لأن هناك دول بكامل السيادة وهذا الأمر لن يكون مسموحا على مستوى دول العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها أعلم أن الإسرائيلي لا يكترث لنومة المتحدة ولكنه هناك حدود لا يمكن تجاوزها أنا كنت أقول أن المقاومة لا نريد غدا يعني لا نقول غدا سننزع سلاح المقاومة أنا أقول اليوم لنقوم بوقف إطلاق نار وحماية أهلنا في الجنوب ومن ثم باقي لبنان يدخل عشرة ألاف عسكري إسرائيلي لن يعتدل إسرائيلي على الجيش اللبناني وهو على الحدود وإلا سيفقد كل أمل بالحصول على أسلحة من أمريكا وغيرها من الدول اليوم يدخل عشرة ألاف عسكري لبناني والجيش اللبناني هو جيش مدرب بشكل ممتاز نعم لا يملك السلاح الجوي ولكن أيضا أمام آلة التدمير الإسرائيلية سيزيد التدمير سيؤذي أنت تعلم أن أحز أيضا يدفع بحجة أن هناك أراضي لبنانية محتلة من الإسرائيليين ويجب ألبت فيها ومن يدري هناك حتى من يعلل النفس ربما بأن يؤدي مصار الوساطة الفرنسية الأمريكية إلى شيء على هذا الصعيد ومن تم احتواء الوضع ككل دائما في سياق الجهود الرامية لاحتواء سيناريوهات التوسع الحرب من لبنان هناك أيضا المجموعة الخماسية كما تعلم والتي تقوم منذ فترة بمساعي لحل المشاكل اللبنانية الداخلية هل من إنجاز على هذا الصعيد أيضا وما رأيكم في عمل هذه اللجنة حتى الآن فقط لأنك ذكرت الأراضي اللبنانية المحتلة نعم هناك أراضي اللبنانية محتلة ولكن هناك مشكلة قبل الذهاب إلى التفاوض أو الضغط على الإسرائيلي لإعادة هذه الأراضي هناك مشكلة سوريا في المموعة المتحدة هذه الأراضي مسجلة باسم سوريا وليست مسجلة باسم لبنان من 67 ونحن بحاجة إلى تنازل سوري عن هذه الأراضي وهو يرفض هذا التنازل فالمشكلة أولا يجب حلها مع سوريا ويجب على حزب الله الذي هو متواجد بالألاف في سوريا أن يحل هذا الأمر أو الدولة اللبنانية بالتفاوض مع الدولة السورية لنذهب إلى المجموعة الخماسية هناك خمس دول صديقة للبنان تحاول جاهدة وفق صداقتها للبنان الدخول في هذا الحل لأنها تعلم أن الحل يبدأ عند رئيس جمهورية وكانوا واضحين أن هناك طاولة مفاوضات ستبدأ فور نهاية الحرب لتركيبة جديدة على المستوى الإقليمي وبشكل المنطقة كلها وإذا لم يكن هناك رئيس للبنان لن يكون لبنان ممثلا على هذه الطاولة وبالتالي يحاولون بكل جهد أن يصل إلى حل في هذا الموضوع ولكن كما كنت قد أسلفت لا قرار عند حزب الله وحركة أمل بانتخاب رئيس جمهورية وإلا كانوا رشحوا سليمان الفرنجية بشكل مختلف انظر إلى طريقة ترشيح سليمان الفرنجية هناك مكونين شيعيين في البلد هم الذين رشحوا الرئيس المسيحي هذا وحده كفيل بالقول أن ترشيحه هو لوضع حاجز أمام انتخاب رئيس جمهورية لا يريدون حتى اليوم انتخاب رئيس الجمهورية لذلك تفشى المهمات اللجنة الخماسية أريد أن أسألك سيد النائب عن وضع البيت السني كما يصطلح في مجالس السياسة اللبنانية أو الكتلة السنية في خضم مجلس النواب اللبناني ليست منساجمة ليست متناغمة ما السبب هل لغياب وجه القيادة التاريخي أم ماذا لا حتى عندما كان هناك قيادة أو زعامة كما يسمونها ونرفض هذه التسمية في لبنان كان هناك عديد عدد من السنة المعارضين من فيصل كرامي إلى جهاد السمد إلى غيرهم لا بالعكس أنا اليوم أرى أنه لبنان في مرحلة تحول كبير ولبنان في مرحلة انتقالية للانتقال من هذا البلد الطائف المقسم المسروق الذي بني على المحاصصة إلى بلد بطوائف وطنية وستبدأ مع الطائفة السنية اليوم التعددية السنية هي التي ستسمح لهذه الطائفة بالذهاب إلى مشروع وطني على مستوى البلد على مستوى الوطن وعلى مستوى لبنان في حين أنه اليوم ترى أنه حتى عند الطائفة المسيحية هناك قتل وأحزاب ليست الكثير منها ليس منسجم فبالتالي هذا تعددية ديمقراطية جيدة والطائفة السنية في حالة إعادة بناء وإعادة تكوين بعد مرحلة فاشلة جدا منذ 15 أو 16 عاما حتى اليوم أهدر فيها الكثير من حقوق هذه الطائفة نحن نقول أنه في حالة فقط ذهبنا إلى تطبيق اتفاق الطائف لن نتكلم عن مصالح طوائف سنتكلم فقط عن مصلحة بلد أعلم أن هذا شوي بعيد عن الواقعية في هذه المرحلة ولكن يجب أن نبدأ في مكان ما ونذهب إلى محاولة انتقال في البلد من بلد الطائفي إلى بلد وطني سيادي والطائفة السنية ستقود هذا الانتقال في مرحلة قريبة طيب هل تتوقع أن المناخ لأنه أحاول أن أتأمل بعض تصريحاتك مؤخرا لأنك تبدو متشائما تماما تتحدث عن أنه لا ترى أي سيناريو في لبنان سوى سيناريو الحرب وجميع أبواب الحلول موسدة وحتى إذا ذهبنا إلى الحوار سيخلقون عقبة جديدة لماذا أنت متشائم إلى هذه الدرجة أعود أو كرر نحن في بلد تسيطر عليه ميليشيا على قراره ميليشيا مسلحة اليوم لو قام 113 نائبا في مجلس النواب بالاتفاق على مرشح و15 نائبا يمثلون حزب الله لا يريدون هذا المرشح أو لا يريدون انتخابات لن نأتي برأي جمهورية في البلاد وهذا الأمر مماثل على صعيد الحكومة وغيرها وأي موقف لك بمواجهة حزب الله تتهم بأنك سفارات وصهيوني وعميل وموساد وغيرها وهذه الاتهامات تعني مشروع اغتيال فبالتالي أنت تعيش في هذه الأجواء هلأ تشاؤمي هو في مرحلة قادمة سيتحول إلى تفاؤل أعتقد أننا نمر في مرحلة صعبة جدا أتأمل أن نتفادى الحرب أتأمل أن نتفادى هذه المرحلة أتأمل من حزب الله أن يعترف أن هناك شركاء له في الوطن وفي القرار نحن لا نريد إخراج حزب الله من البلد نحن نقول هؤلاء شركاء في الوطن فليعاملون الباقي كأنهم مواطنون من نفس الدرجة مواطنون متشابهون في الحقوق والواجبات في لبنان لذلك سنذهب إلى مرحلة تعاد تركيبة المنطقة بكاملها وهذا ما نراه في كل الزيارات التي نقوم بها والتحليلات ولكن نريد تفادي المرحلة الصعبة أنا متشائم لأني لا أرى طريق لتفادي المرحلة الصعبة وهي من خلال الحرب ولكن عند الانتهاء من هذه الحرب البشعة سنذهب إلى مرحلة أفضل في المنطقة كلها وفي لبنان أشكرك جزيلة شكر النائب والضاح الصادق عضو مجلس النواب اللبناني أشكر سعة صدرك معنا في بلا قيود شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة